بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله الآن مع الفصل السادس والجزء الأخير فيه عن إرشاد زوي صعوبات التعلم والآن هنتكلم على إباعة هنشتغل على إرشاد أولياء الأمور احنا في الأجزاء السابقة تحدثنا عن إرشاد زوي صعوبات التعلم طيب من أهم واجبات الموشد النفس في مجال صعوبات التعلم هو ربط بين أولياء الأمور والبيئة المدرسية ده هيساعد طبعا بشكل كبير جدا على نجاح البرامج المقدمة لزاوي صعوبات التعلم إشراق الأهل ده موضوع مهم جدا في التعامل مع زاوي صعوبات التعلم والأهل العلوم ده كبير جدا في نجاح البرامج لأن في بعض الأحيان قد يقدم البرنامج داخل المدرسة ولا تكون هناك متابعة أو تدعيم من الأسرة داخل المنزل وده بيسبب مشاكل للطلاب زاوي صعوبات التعلم طيب لازم يعني أولياء الأمور يدركهم بعض الجوالب أولياء الأمور لازم يدرك أن صعوبات التعلم تؤثر على تعلم متطرب سلوك الطفل كمان أعداد الطفل لتقبل التجيبة التعليمية يتقبل تجيبة التعليمية تفاهم أولياء الأمور لشعورهم نحو طفلهم يساعدوه يتقبلوه يحاولوا منهم يدعموا هذا الطفل لكن أي سلوكيات خطئة من أولياء الأمور بتتسبب في فشل البرامج وعدم نجاح فهمة وتطبيق المعلومات التي يحصل عليها هنقدم لأولياء الأمور معلومات المعلومات دي على أولياء الأمور فهمها وتطبيقها للمساعدة في الأمور وطفلهم من خلال التعامل اليومي بينهم وبين بعض التعامل يوم ما بين أولياء الأمور والأطفال فلازم أنهم يطبقهم الإرشادات اللي بيقدمها لهم المرشد النفسي طيب تفاهم الوالدين لمشكلة صعبات التعلم لازم يكون الأباء والأمهات عندهم فهم لمشكلة صعبات التعلم والمساعدة في نجاح البرنامج لعلاج الهلاء الأبناء بعيدا عن الطرارات النفسية والقلق النفسي وده نقطة برضه لازم ناخد بالنا منه فمن الممكن لطفل يعاني من صعبات التعلم أن يجد صعوبة في التقاط أو القاء القرى بينما لا يجد أي صعوبة في السباح معنى الكلام ده أن كل واحد فينا عنده قدرات وإمكانيات مختلفة عن الآخرين ولذلك يجب على الأباء أن يفهموا هذه النقاط والمواضيع حتى يستطيعوا أن يقللوا من معاناة وقال الأبناء وده بيساعد في نجاح البوامج الإرشادية المقدمة لزاوي صعبات التعلم طيب بعد كده في بقى توجيهات وإرشادية خاصة بمعلمين صعبات التعلم وده نقطة برضه مهمة من النقاط المهم ما احنا تحدثنا عن إرشاد زاوي صعبات التعلم وإرشاد الأولياء الأمور الآن بقى طيب المعلمين يتعاملوا زي مع صعبات التعلم لازم المعلم يتعرف على نقاط القرى والضعف مش نسيب الموضوع كده لازم المعلم يتعرف على نقاط القرى والضعف لدى الطالب وتحليل الأخطاء التي يقع فيها الطالب مما يساعد في تصميم برنامج طربة وعلاجة بناء على جوانب الكسور التي تم تحديدها مسبقة التشخيص هو أساس نجاح التشخيص الصحيح هو أساس نجاح البرامج المقدمة للأطفال إذا كان فيه تشخيص خاطئ فهيتم وضع برنامج خاطئ لأنه لو التشخيص خاطئ أي خطوات أو أي تخطيط لازل برنامج ستكون في الجانب الخاطئ وبذلك لان يكون البرنامج في الجانب الصحيح فالتشخيص هو أساس التشخيص الصحيح هو أساس نجاح البرامج المقدمة لزاوي صعبات التعلم ولزاوي العقب صفحة كمان لازم يكون فيه تدرج في المهارات التعلمية مش أبدأ له أشياء معقدة تسبب خبرات فشل متكررة لا أنا أبدأ له إيه من البسيط إلى المعقد أو من البسيط إلى إيه الصعب أو خبرات الفشل بحيث يتم البدء بالتعلم الذي نجح به الطالب ثم التدرج مع مواصلة التشبيع ننتقل بقى من البسيط إلى إيه الصعب إلى المعقد وكذا تشجيع الطالب على النظر إلى الكلمات بالتفصيل لازم نخليه ياخد وقته وانضربه أنه هو ينظر إلى الكلمات أو المسائل المقدمة إليه حتى يستطيع إيه حاله ترجمة نانسي قنقر